السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري اللي بس عليكم شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم غنشارك معاكم السوشي اللي ضايف سبيه الضيوف ديالي العراضة اللي هو السوشي بطريقة سهلة بالروز العادي ماشي ضروري يكون كركب اللي درس منه هذا العادي ودرس منه هاد السوشي اللي هو محب محب عند الناس بزاف الاغلبية عند الناس كيبغيوه هاد وغنعطيكم طريقة سهلة والروز عادي ماشي ضروري يكون كركب ولا انا درتو بروز طويلة لبناس انتو ما غادي تشوفوه معايا بالنسبة الماركة اللي درس هي هادي يعني اي ماركة ديروها عندنا اياهنا كيلون قسم منه تقربا واحد رابعة يعني في حال درس كيلون العروب وشوفو الحبات على الروز يعني رها طويلة ماشي كركباء مهم غير الروز اي روز عندكم غير ما يكونش الروز مهرس لا غير ده بادرتليه الماء وغانشين غسلوه مزيان وغادي ندير الماء اللي غادي تطيب فيه الماء اللي غادي تطيب فيه يتغطى الروز القياس اللي يديرو صباعكم في حالة كاومي بقاوش يبانو يعني هذا هو الماء اللي غادي تكسافيوا به هاد الناس كيف ما شفتوك يبقى ما شاء الله حبه حبه اي روز درسونا غادي يبقى اللي درسو هاد القياس اللي ما كيف ما ورسكم لغا يبقى هو هو وضفتلي دبا معلقة ديال سكار ساني دا ونص معلقة ديال الملحة وعندي هادا الخل ديال الروز ديال السوشي معروف خل خاص بالسوشي قرعك تدير عشرة دراهم يعني اي خل ماشي ضروري هاد الماركة مهم غير يكون الخل ديال السوشي رك يكون مرسوم فيه السوشي يعني درس قرع اللاروب يعني بقرية واحد الربع صافي خليتو جانيبا بعد ما حرقتو خديت هنا يجوج مربعات ديال الفرماج ضفتليهم واحد المعلقة كبيرة ديال مايونيز صافي درسها في واحد البوش ووجت كل شي داك الشي باش الحشو اللي غادي ندير في السوشي ديالي اللي كتشوفو كيف ماشتو اللافوكا مقطع الخيار شوية ديال خيزو شوية ديال عندنا هنا يا حب السوداء وعندي الزنجلال البيض وعندي شوية علماء اللي عندو زنجلال كحل ره من الأحسن اللي ما عندوش ماشي ضروري عندي شوية ديال السومو هذك غير اللي بغي يديرو اللي ما بغيش يديرو ماشي ضروري السومو عندي ورق نوري عندي ديك الحصيرة اللي غادي نسرح فيها السوشي ديالي اللي غنلفصها بفيلم كان ناخد الحصيرة البناس كان نسرحها كان ندير السوشي ديال ورق النوري اللي الوجه الحرش هو الفوقاني في حال شكل ديال الورقة غادي نسردي ديال ضروري كان نسردي ديال بالماء عادي كان هزا الروز باش ما يلسقش ليا فيه ديال وكان بسط دك دك الروز يعني بالنسبة انا يا هذي الكمية ساعة الروز اللي درسال البناس را عمرت لي السوشي كاملين يعني عشرات الورقات ديال النوري عمرو كاملين ندرتوا واحد طريف ديال السومو كيف ما قدلكم يلا كان متوفر ما كانش متوفر ماشي ضروري درتوا شوية تلافوكا درتوا شوية ديال خيزو مقطع رقيق وشوية ديال الخيار بالنسبة اللي بغان يدير في بلاست السومو يديرو في بلاستو سوريمي رخيزو تهورا كي يجيزوين النرا كان عندي رغ غير نسيتو كيف ماشتوني راني بركس على الرز واحد شوية في حالي العجنتو في حالي غادي نقولي به ديك ديك الورقة صافي كان مقام طوي وانايا كان قد في السوشي ديالي راه ساهل ساهل يعني اللي عندو شي عراضة او لبغي يديرو اللي ولي داتو يعني يدير تحضير المسبق اللي كيف ما هنتو ما غادي تشوفو كان سرح كل شي وكان عمر وكان قد وكان حطو في واحد طبيصيل ونغطي وكان حطو في تلاجة هادي كيف ماشتوها هي عمرتها كان بسطها مزيان باش كان نرقق ديك الواجهة ديالة الرز درت شوية ديال الحبة السوداء في بلاست الزنجلة الاسود انا يا فصراحة عمرني ما شريت الزنجلة الاسود كان شريه ما زال هاد الابيض كان شريه او الزنجلة العادي اللي متوفر عندكم غادي يديرو كاتر شو واحد شوية وغادي يمدير واحد شوية المفيد ديال في حالة غنقوليه يلسق ليه مع ذاك الروز كان قلب الورقة ديال الورق النوري ديالي وغادي نعمره في حال هكاية بالمقلوب هادك زينته من برة يعني غادي نخليه في حال هكا بنسبة لهدو غادي يكونوا عاديين غادي بقوا في حالكاية خضرين ما غادي طيبو ما غايتتقلو ما نوالو بنسبة الفرماج اللي خلط مع المايونيز كان نديرو واحد شوية صابق نجمع الورق النوري ديالي مع ذاك الحشو ديالي وكيف ما اشتوره عملية ساهلة كيف ما قلت لكم راها كتعودو السمك السلامون كتعودوه بالسوريمي ما كنش ماشي ضروري السوريمي لا ما كنش ماشي ضروري هادي درت لها الروز وخليسها عادي غادي نعمرها تايا غير بالخضراء في حال هكاية وغادي ندير لها سايا شوية ديال الفروماج وغادي نجمعها أملي غادي نجمعها هاتي غادي ندير لها من الفوق حيث خليت الروز عادي ما درس فيه والو غادي ندير فوق ذاك الروز سومو ذاك الورقة ديالسومو صابق نعصر عليها سايا شوية ديال الفرماج ومايونيز وغادي نجمعها صف يعني عندي هاد البلاكة الكبيرة ديال السومو غادي نقطعها كيف ماشو على جوج يعني ديك البلاكة ديال السومو كتدير خمسين درهم خمسة وخمسين درهم كيف ما قلت لكم اختيارية ماشي ضروري غير هو ديك السومو فيمي كيعتا واحد انك هزوينة يوم الغد درجمعت كل شي درجو في تلاجة يوم الغد خديت غير واحد الكاس ديال دقيق الفورص ضفتليه الماء هاد العملية اول مرة غادي نديرها البناس ملفك ندير البيض كيف ماشو سوم بعد ما بيتهم في تلاجة يوم الغد خلط ديك الماء مع الدقيق وغادي ندير فيهم هادوك اللي غادي نقلي اللي غادي نخليهم خضرين را غادي نقطعهم اللي غادي نقليهم من الاحسن ديروا البيض انا اول مرة غادي ندير هاد طريقة صراحة ما مزويناش البيض مني كان نمرمدوه في البيض كان ناخدو احد جبيضات كان نطربوهم وكان مرمدو هاد السوشي ديالنا في البيض وكان ديروه في ديك لاشا بلوغ يجي احسن من دقيقه الماء ولي القراس وممتوفرش عنده البيض يدير هاد طريقة هادي صراحة نرا كان عندي البيض غير بغيت نجرب هاد طريقة كيك يعجبني نجرب وجربتها وجاسم زيانة ولكن صراحة البيض احسن صافي كان دير الزيس ديالي كتسخن كان حط في هادك السوشي ديالي اللي غادي نقلي حسن نكمل العملية كاملة كان نقلب سها دا باقي سها باقي غادي نخلصها تتحمر غادي نبقى نقلم فيهم كيف ماشو دا باقي وكان البيض كان غادي بقام غير اللفلية بلاشا بلوغ أحسن من هاكاية وبالنسبة له هادو غا نخليهم خضرين غادي غير نحيد لهم هاد الحواشي هادو غير هادلي شو ترامك يتسرموش كي تسكالو كي ياكلوهم لوليدات ولو ناكلوهم حنانيت صافي وكان مقا نقطع يعني را ساهل هاد السوشي اللي ما باغيش يدي القغاتيني باغي يدير غير هادا را في نفس النهار كي بردو وكي ياكلوهم ولي بغي دي القغاتيني را هتا ورا هتا وفي نفس النهار كتقليوه غير بالنسبة لتحضيرات المسبقة كتحيدو عليكم هاد الشي نهار قبل وكتحطوه في تلاجة حسن نهار كيكونوا عندكم الطيوف ديالكم وكتتقليوهم بالنسبة لهادو تسهمرك وبغيت نقليهم كو نقليتهم غير انا يا قلت النوع ندير شوية هادو اللي بكحلين في حال هاك كايا وندير ندير لي مقغاتيني وندير لي فيهم الرز من الابيض كي يعطيوه واحد الجمالية البلا يعني كتدروهم زوقين وبالنسبة لسوس را كتقديو بليسوس اللي عندكم كتديرو السوجة كتديرو قدمت معهم انا يا سوس باربيكيو ولحقاش ملقيتش واحد لا سوس كتتحط معهم غزالة ملقيتهاش حطيت غير سوس باربيكيو داك واحد سكن جبير كيتكل معهم كي يجي رائع والباربيكيو السوجة وسكن جبير صافي كان قطعو جميع السوشي ديالنا الخضار واللي هو قغاتيني وكان نستفوه وكان نقدموه للطيوف ديالنا ونتمنى من الله نكون خفيفة على قلوبكم وتعجبكم هالطريقة اللي درت وان الاعجاب ديالكم وخلي تكون في امان الله وحفظيه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة